الدكتور القدرة كان بيأكد ارتكاب الجيش الاحتلال ل24 مجزرة في الـ 24 ساعة لفاته ضحيتهم 266 شهيد منهم 117 طفل بيقول مجازر الاحتلال ضد العائلات وصلت 574 مجزرة ضحيتها 3600 شهيد وصلوا للمستشفيات ولسه اضعاف العدد ده تحت الانقاض يعني الموضوع شغال وداير وكل لحظة بتعدي بتلاقي في حاجة بتحصل طيب النهاردة الطيران الاسرائيلي برضو قصف مجمع تحت مسجد في الضفة الغربية في الصبح بدري بدعوة انه كان بيستخدموا مسلحين للتخطيط لهجمات وكانت الانباء الفلسطينية الرسمية قالت شابين ماتوا بعدما طيرات اسرائيلية استهدفت مسجد في مخيم جنين للاجئين ترجمة نانسي قنقر